السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصلاح حبيبي عاملين ايه? النهاردة معايا فيديو لازيز كده خفيف قوي. مش هنستخدم في المتجاز ولا اي حاجة. الكلوس لو السحي. من غير اي سعرات حرارية خالص. وهنشوف مع بعض. ونقول ايه? اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نسمي كلنا ونصلي على رسولنا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طعم الكلوس لو تحفة. جميل جدا جدا. آآ برضو حاجات يعني بس ما فهاش اي سعرات حرارية اللي هو الميونيز. وخلوا هنشوف معنا الطريقة ونقول ايه? يلا بنا على الفيديو. تمام يا ربي يعجبكم. آآ طبعا معايا هنا الكرومب الابيض كلنا عارفينه طبعا. ده كان حجمها يجبيل شوية ما شاء الله يعني. آآ وهنا برضو الكرومب اللي هو آآ طبعا بقالي زبا باخد منه كطعة كطعة كده يعني. على حاسة بعملها بقى كل سلو اعملها احطها زي صلطة كده. على حاسة عايزينها ازاي يعني. وجزرتين بالعدد. ما انا بحبش ازود الجزر فيها كتير عشان ما يحلهوش قوي قوي. وفي نفس الوقت انا مش عايز ازود الجزر على اساس ان هو اساسا الكلوس لوك عبارة عن كرومب. مش جزر. او الجزر بس من جرد لون. وتحلية بسيطة كده. تمام? هنعمل اينا خدت الجزء كده. هو طبعا احنا هنشوف نقول ايه دهيش. وكتير لا او مش كتير. لما بيتبل بيبقوا حبة اه يعني معقولين يعني. تمام? طبعا بنقطع هنا الكرومب ولما بنلاقي حاجة عريضة بنعيد عليها تاني. انا خلص طبعا النص الحاجة اللي هي اللي انا يعني بقطعها. هحطها وكمل بقية الربع التاني ده. انا زي ما قلت ان انا وقدها جزء من الكرومب. ما شاء الله حلوة. بس كانت غالية شوية يعني ما كانش رخيصة يعني. بس مش كرومب اللي هو بتاع المحشي طبعا احنا كلنا عارفين الكلام ده. فالمهم ان انا هنا بخرجت النص له والنص اللي بخرجت هون. تمام? هي عبارة كلها عن سكينة. وقطع على البلانشة. تمام? انا بشكر الحبيبي كلهم اللي بيدخلوا لي والجداد والقدام طبعا على عيني وعلى راسي. وعايزة بقى اقول للجماعة اللي هم دايما كومنتاتهم بتفرحني جدا جدا. طبعا دايما يبقوا موجودين ما يبعدوش كتير يعني. تمام? خلاص خلصتنا ان هو الابيض دخلت في اللون الموف. انا بحب اللون الموف جدا جدا. اه وبيعلي الحرق اه حلو قوي قوي بصراحة. بس انا بحبه بصرف النظر عن اه السحق او كده انا بحبه بصراحة يعني. هخلص هنا اللون الموف هحطه وبعدين هدخل على بشر الجزر. تمام? اه طبعا نحن بنشوف ان هو تنقول اه ده كمية وبتاع لا طبعا مجال ما بتحط عليها السوس بتاعها بيت بل خلاص كده. هبشر الجزر وبس كده مش هعمل اي حاجة تانية هدخل على السوس بعد كده ان شاء الله يعني. وهتنسوني في اللايك بقى والكومنت الحلو بتاعكم والآه واتفعالي الجرز اهم حاجة فعالي الجرز عشان يوصل لكل جديد مني. اهو الجزرتين حلوين قوي كده هو تمشي كتير ولا شوية يعني معاولين. اه فيه طبعا الناس بتقطر الجزر عن كده بس لا ما هو اساسا كرمب. وبجد حلوة قوي قوي مفيد جدا جدا طبعا آآ يعني ممكن يتاكل واحد وكده من غير اي حاجة حلوة قوي. خلاص خلصتني هنا انا هتبعا هفضيه بقى في حاجة ببولة اكبر وهقلبه مع بعض كويس قوي. تمام? وحطه بالغاية تمعمل السوس بتاعي. اهو. عبارة عن مايونيز او لايت مكتوب عليه هو بصوا. مايونيز لايت مش عارفة انا ما قربتهاش على الكاميرا. بس مايونيز لايت وعسل ناحل وزباج برضو لايت باللون الموف ده هو ببقى لايت برضو. ويعني حوالي معلقة صغيرة ملح من قطريش في الملح ما بحبش الملح وهو ومعلقتين خلو يعني حاجة بسيطة قوي قوي فلفل اسويت بس ما فيش فلفل طبعا ولا في الكلام ده. يعني فلفل اغدر او حامي او كده يعني. هيا بنحط تلات معالق مايونيز. والله ما حسيت بفرق بين المايونيز ده والمايونيز اللي هو اه مش لايت. اه تعموها حلوة قوي قوي جميلة. بفضل زبديان قلت ايه لو عايزت زباجي تاني هحطه واحدة تانية. لكن كانت حلوة قوي قوي كده. واحنا برضو ايه على قد ما نقدر بقى بنقتصد شوية يعني. بس كانت جميلة والله. حطيت معالتين الخل ومعلقة صغيرة قوي ملح وحبت فلفل اسويت. ما تقطريش فيها للملح ولا الفلفل. عشان هي بتتاكل طبعا مش بعيش. احنا عارفين بتنتاكل ازاي. خلاص بنقلب انهلنا الصوس حلوة قوي كده. فضل بس عصر النحل. هحط هنا حوالي معلقتين صغيرين كده يعني او معلقة كبيرة نقول. عصر النحل. عايزة انت طبعا تحطي سكر حطي سكر. حطي سكر وزود الخل. لان السكر هو انا مش عايزة السكر ولا عايزة اي اه حاجة بتزود. لأنا عايزة كلها تبقى صحية كده. خلاص انا قلبت هنا الخليط اللي هو مع بعض كله بالجزر. هنزل حبة حبة بقى وتبل واشوف الدنيا فيها ايه معايا? يعني ايه? على اساس ان انا لو ما خدش السوس ما خدش الكمية كلها هوقف ايجيب. ان انا ازود تاني يعني. هقلب بقى هنا بالراحة كده. وطبعا هو هايش مجرد ما هيلسوس يجي عليه هتبقى ايه معا هو عايزة تحط في التلاجع لقالي يوم. بس انا كلت منه ما سبتهوش مقدرش اعمله ما كلش منه. وهنا بيبدأ يتبل معايا. او يتبل بمعنى صحي طبعا بال الحاجة اللي انا حطيت عليه. او بصوا بيترزاي اهو. ولسه لما اه يعود مثلا تاني يوم هو حلوته يتاكل تاني يوم. نبقاش هايش بقى كده. تمام? اه هخلي جمية ليا انا بقى اكلها على رواقه وهتشوفوني وانا باكلها. وكان طبعا معلقنا عشان ادوقه. ادوق الملح بس والسكر بتاعه. لقيته مش محتاج اي حاجة. ما تشتروهوش من محلات ولا اه يعني المحلات بيبقى غالية جدا. اعمليه في البيت بيبقى حلوة قوي قوي وبتاكل بقى بتشباع بتحسن بتشباع النمل بيجيلك في اي اه او حاجة بيجيلك علبة يدوب معلقتين بس اللي بحطوهم. وماش بيحطوا ما ينز كتير ولا اي حاجة كلام ده خالص طبعا. حفظ بقى في العلب انا هنا. طلعوا كمية ما شاء الله حلوة يعني واعتبر بص كرومب مش يعني نور ربع الكرومباية وحطة صغيرة من الموض. اعطاني الكمية حلوة او. هو بدأ هنا يتابل هنا كويس بس لسه لازم يستنى آآ شوية يعني يوم على اقل. ما تنسونيش بقى في اللايك لو وصلت لغاية هنا بالله عليكم اللايت اللايت ايه اللايك? لا ده الواحد ما هو خلاص لفت منه. خلاص ما لازم بقى اكل منه. كنت هتغدى صاعتها وكنت كان عندي كفتة. آآ كفتة فراغ بالبطاطس حلوة قوي قوي بس ما صورتاش في حفاية كتير بعملها مش وصورها الحقيقة يعني. فكنت هكون لها من غير عيش من غير رز من غير اي حاجة فقلت طبق السلطة جاء في وقته. ان انا آآ وغناني والله يعني لتاني يوم قعدت عليها مفيش اكل خالص يعني. دي مشبع جدا لو اتاكلت من غير اي حاجة هي لوحدها كيمة غزائية يعني ما صراحة حلوة قوي قوي مفروض ما نستفش اي بيت. وبصوا هسيب بقى لشيل العلبة وهاخد الطبق بقى وعدة السلة فيه بقى شوية بشوية كده لغاية ما جاءت غدى بس كان معاد غداية آآ آآ يعني اتغديت على طول بعد يا كده لان اللي هي معاد معين قبل ستة بعد ستة خلاص بمنع اي حاجة. انا والله بافتكر نفسي وانا باكم بالمعلقة دلوقت كنت موسوطة جدا. بس هيكت عايزة تدبل كنت بشور عقلي يعني اركانها ولا اكل بس ما قدرتش اسيب الطبق بصراحة مع الغدا يعني. واتحرمش منكم مونتاتكم الجميلة وكلامكم الحلو لي يا ربنا يخليكم لي يا رب. واتحرمش منكم مع وصفات ماجي. هنشوف فيديوهات ان شاء الله.